والله يا طيفة الحمد لله من ساعة المعمل للسيلف كونتينمند ده الدنيا بقت لطيفة والأداء بتاع النظام بقى عالي العام أتوفى عندك حق الله الحمد لله ده داخلين على سمرت في حاله و محدش اشتكى الحمد لله بدا الصره بس مش مخدين على كده صحيح أخدت بالك من مشكلة أن سيلف سيلف سيلبخازم بتضرب ده ده لو جال لها طلب لمنتج منتهي الصلاحية بترجع ال sequence fall وتلاقي بقى عارف ال error بتاع sequence content and no element ده تبص تلاقي رح ضرب وعمل exception وقال بالدنيا خدت بالك من وضوع ده ولا ما خدتش بالك ياريت تكون صلحت وانا كنت نبهتك خدت بالك ميل بده ولا قلت لك بس كده لا يا عم ما اللي بعتلي بميل ولا حاجة ده انت فاجأة كده كنت قلتلي مصالحة في sequence من تثبطه ولا طلعت بتاسكو الحاجة يعني 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 اعرفوا ليه والله ده 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 ربنا يسطر انا عملت ريليز من غير مظمط الموضوع ده اعمل اي ده الوقت انا مش عارف يعني يا اما خلاص يا اما على العموم الحمدلله ما حدش اشتكت المصيبة حصلت ومحدش كلا يالله الحمدلله الحمدلله ما حدش اشتكت ايه انا جاي اشترك اهو اه 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 وحضرتك تبق امين ومالك فارد جسمك كده انا ابو علاء سعد محمد الصيدالي اه ازاك ابو علاء اه 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 يعني طب مجاش هو ليه ما كان يجي احسن يعني لا مراتي حاجزينه بقى في الصيدالية فقالي روح انت ابو علاء شوفينا حكاية السيستم اللي كل شوية بيبوز ده وخاصة انك خابرة وكنت مديل حسابات قد الدانية زي بس شوف بقى الزمن يا اخي كنت مديل حسابات وابعدين بقيت صبي هو إيه صالح لفي ادمارك دي اعاستعرف الصالحات ازاي ابدا كنت مسك صيدالية ناس اللى لها سيستم جديد شباب زي الورد كده زيكو عاملينه هما كانوا زي الورد وانا باصلع لكن لا اتدربت وقيت وانشافت واشتغلت صبي عشان نشيلي الدوية عليك تافي ولما اشوف سيستم زي كده بعد كده اعرف اتصرب مع الدهور برس كويس. يا اخوان ده بس استهدوا بالله يا اخوان. ليش حاجة والله. ليش حاجة موضوع ان شاء الله يتحل. الموضوع ان شاء الله يتحل ولا تكسر سنان ولا متكسرش سنان ولا الكلام الفاضي اللي انتم قاملين تقول له ده. يا حاجة مصطفى. حاجة مصطفى ما تقدين المفروض نعمل ايه. الناس هتدرب بغضية وامستانة تكسر. عرامي يعني كفاية محمد. كفاية محمد السيدالي يعني. ايه بس عب عليها ابعد. ما تقلقش يا تيفا. بالراحة يا ابو علاء. خضيت طفا و تيفا. بالراحة مش كده. الموضوع بسيط ان شاء الله. انتم تقريبا عملتوا كل حاجة والسكريبيت مظبوطة الحمد لله. وسيلف كونتينمنت وكل الكلام ده. بس فيه نقطة مهمة قوي محتاجين تاخدوا بيها. تاخدوا بالكم منها بعد ما اقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعاكم مصطفى جمال في حلقة جديدة من السلسلة واللي هي الحلقة الاخيرة اللي هنقفل في بيها سلسلة بريتسبيلز ان شاء الله. وهي. الريزيليانس. انا عارف نكشوفت العنوان من شوية. ما يجلاش حاجة لما انكرروا تاني عشان الافي بس. طب ايه هي المشكلة? مشكلة ببساطة ان فيه مبين السيروس دي. فلما سيرفس بتقع بتبدأ توقع كل اللي معتمدين عليها. وبالتبعية اللي معتمدين عليها بيوقعوا اللي معتمدين عليهم. ونمشي كده في شجرة كسكيد كده كسكيدت لحد ما تلاقي كل سيرفس عندك وقعت والسيسلم كله كراشت. ودي صورة لأوبر والسيرفس بتاعت اوبر وازاي انت شايفة عمالة تنتشر في النظام لحد ما توقع النظام كله. طب دي مشكلة كبيرة جدا. احنا محتاجين نبني سيستم يستطيع انه يتعامل مع المشاكل. وإلا هتحصل المشكلة ان لما سيرفس هو قعت وقع للنظام كله. فرق ايه بقى عن المونولث? في الحقيقة ده هيخلينا نخش في حاجة بنسميها السيرفس السيستم اميونيتي. بص هو ده مسمى انا ضلعته لانه هم ده بيكلموا عن وسبين السيستم. ازاي السيرفس تتعامل? ازاي ازاي? لكن في الاخر السيستم كله على بعض كده محتاج يكون عنده مناعة ضد الانهيار. بس مناعة السيستم المتكاملة ديت لابد ان تدعمها كل سيرفس لوحدها. فزا احنا حبينا نعرف مناعة النظام هي عبارة عن ايه? هي قدرة النظام على الاستمرار في العمل رغم حدوث فشل في بعض السيرفس الموجودة عنده. يبقى النظام شغال لكن ممكن تكون في بعض السيرفس عنده واقع. طب ده يدخلنا بقى في النقطة بتاعة موضوع النهاردة. السيرفس وانا بابنيها محتاجة بنيها ايه? ابنيها رزيلينت. يعني اللي هو ده يدخلنا في البرنسف بتاع السيرفس رزيلينت. طب هي ايه السيرفس رزيلينت؟ افضل تعريف لقيته الموضوع اللي بيقولك ايه? it is a service architecture that helps to prevent cascading failures and to preserve functionality in the event of service failure. يبقى في حالة لو حدث ان فيه سيرفس فشلت انما يستطيع النظام ان يكمل عمله ويستمر او تستطيع السيرفس انها تكمل عملها وتستمر. يبقى السيرفس قادرة تكمل رغم انها معتمدة رغم حدوث اخطاء داخلية او حدوث اخطاء خارجية انما هي برضو عمالة بتأدي. طب ازاي اخلي بقى السيرفس رزيلينت؟ نفكر كده مع بعض. عشان نعرف ازاي اخلي كده السيرفس رزيلينت؟ محتاج افكر ايه اللي ممكن يحصل اساسا للسيرفس؟ مش السيرفس ديه بتاكت جوه نظام؟ ايه عشان ممكن تحصل لها. انا اسموا لحاجتين. يا خطأ داخلي او او خارجي يؤدي الى ان السيرفس نفسها تنهار؟ والحاجة التانية ان السيرفس تيجي تعمل كل سيرفس تانية ما تلاقيهاش موجودة عشان تخدمها. ازاي السيرفس تعرف تتصرف في حالة زي كده؟ طب تعالوا نفصل اكتر. عايزين نعرف ازاي السيرفس تعرف تكمل الخدمة حتى لو السيرفس اللي المعتمد عليها حصل لها كراش. ازاي احمي السيرفس من انها نفسها تكراش؟ طب ازاي السيرفس تحمي نفسها من الانهيار؟ وازاي السيرفس لو بتنهار تعرف تقول انا بنهار للسيستم بقى كله عشان يعرف يتصرف. وازاي السيرفس لو انهارت السيستم يعرف? لانها ممكن تكون ما قدرتش تقوله ان انا بنهار وانهارت اسفاج اتا. اسفاج اتا دي حتة كده يعني واخدين عليها من اخصان صيدة اساسا. طب وازاي نعرف انها نهارت حتى لو ان ببلغتش. وازاي لو نهارت او حصلت مشكلة نقدر نتريس المشكلة دي ونقدر نعرف سبب الانهيار عشان نمنع هادا الانهيار مستقبلا. تعالوا نتكلم. اول حاجة هنتكلم عن الحلول. يعني احنا اتكلمنا عن المشاكل. طب اول مشكلة ايه? ان السيرفس تيجي تكلم سيرفس تانية تلاقيها وقع ومش موجودة بترد عليها. طب النفوط تعمليه. تعالوا نشوف المثال ده. انا عندي اللي ويقاية ايه? بعتت البوينت اوف سيرفس بتطلب البرايس. الراجل بيسكان الدواء عشان هيستلمه العميل. فلما عمل له سكان. الاسكان دوت ريكوس رح للبوينت اوف سيل. البوينت اوف سيل رح تبعتها للانفنتوري لان الانفنتوري عنده اخر اسعار والتواريخ وكل حاجات دي. فلما رحطه لقيته مكراش. تعمل ايه? تعالوا نتخيل الراجل الوقف في السيدلية هيعمل ايه? الراجل الوقف في السيدلية لما يجي يعمل كده ويلاقي السعر مطلعش ممكن يبص على العلبة ويشوف السعر المكتوب عليها. يعني هو قدر يتصرف. قدر يتصرف من فين? من الكاش بتاع السعر. السعر. جاب الكاش اللي موجود على العلبة نفسها اللي هي بتكيش السعر ويعرف سعر العبوة دي كام. ايه ده كاش? اه. لان ممكن يكون العبوة المكتوب عليها سعر. والسيسلم بيقدم سعر تاني. منخفض بواحد في المية. اه زيادة اثنين في المية. زيادة ضربة مبيعات. يبقى السعر المكتوب على العبوة ده. العلبة ده. هو معتمد عليه عادة في التسعير. فبالتبعية اقرب سعر للواقع هو السعر المكتوب ايه? على العلبة. وهو عارف كده. فبالتبعية قدر يقدم الخدمة. الشخص ده يقدر يقدم الخدمة بطريقة دي. طب السيرفس هتعمل ايه? هتروح تبص على العلبة? لا. السيرفس مطلقة فواتير كتير جدا. بوينتو في سيل ديات. بالعلبة ديات. ان هي تم صرف فواتير. بنفس هذه العلبة. فممكن تجيب احدى السعر. ممكن تجيب السعر من كاش عندها. لان التسعير ما بتغيرش ما هياش بورصة. مش هيتغير وقتي كده. ده هو نفس السعر بتاع النهارده اللي اللي اتباع بي الصبحين في يستخدم لحد بالليل. فبالتبعية لان الداتا تقدر السيرفس تعتمد على نوع من انواع الكاش الداخلية في انها ترجع السعر دوت. لما روح لعميل وقوله انت ممكن تستخدم الداتا اللي عندك كاش وان انت ممكن يبقى فيه فولت تولرانس وان وان وان. بتلاقي طبعا مرحلة صراع كده مع العميل لفترة. بس بندرها بشكل جيد. ويوصل في الاخر لان فعلا. اه لو ان الصيدلية بدل ما توقف تماما ما فعلا الناس هين بتأيد في الورق وتكمل في الورق لحد ما سيستم يرجع وتقوم ايه من دخلها البيانات دي على النظام. فهي حاجة مشابهة للواقع اللي احنا بنعيشه. مش بنوقف عملية البيع ولا بنوقف النظام نتيجة لان في احد السيرفسيس ما قدرتش تخدم. السؤالي بعض بقى ازاي احمي السيرفس نفسها من انها تكراش. طب ما تيجي نزبطه بقى نعدله سنة. طب وإيه اللي يخلي السيرفس تكراش. زي ما قلنا يا اما ضغط خارجي عدد رجوستات كتير او عمالة تنهارة تيجي على السيرفس. يا اما منها الداخل السيرفس تعمل اكسبشن فتوقع نفسها. المثال اللي حصل مع طيفة وطوفة ان هما لما كانوا بيبعاثوا ريكوست بي اكسبارد ديت فالمفروض فبترجع المخزن ان ما فيش ادوية. فبيحصل ان السيرفس بتكراش. وممكن يكون العميل كل اللي عايزه سعر الدواء. لكن لو كان الخدمة مجرد طلب سعر مش عملية بيع. ففي هزي الحالة فعلا نقدر نرد على العميل ونقدرنا سعرها كزا ولكن غير متوفر انك تاخدها دلوقتي. طب ازاي السيرفس ما تكراش شي? ان انا استخدم التراي والكاتش. يا اخي اعمل تراي وكاتش حوالين كل ميثود رئيسي عندك اللي هي في الكنترولر مسلا لو انت شغال مفي سي. واعمل تراي وكاتش على كل حاجة. او ممكن تعمل تراي وكاتش على مستوى الليسنر نفسه. اللي هو بيليسن على كل الريكوستات اللي جايب. حيث ان لو فيه ارور مفيش اي حاجة عملت معاه يوصلك لفوق. طبعا دي ابسط حاجة. تكن فيه حاجة اسمها الاكسبشن منجمنت والبوليسي بتاعت الاكسبشن منجمنت والحاجات دي. المفروض يكون فيه سياسة لعملية الهندلة بتاعت الاكسبشن. بس مش ده موضوعنا النهاردة. بس اسهل حاجة تقدر تعمل دلوقتي حالا انك تعمل ايه? انك تعمل تراي وكاتش في كل فانكشن ممكن تكرايش. اي حاجة تعمل حسابات اي حاجة ممكن تطلع لها ارور. فانت ممكن ساعتها تعمل فانكشن بتمنع الكرايش ده. دي اول حاجة عشان تحل الانترنال ارورز. النقطة التانية. ان ممكن يجيلي فائد من الريكوستات. يغلوا لقوا السيرفيس ويوقعوها. ما تقدرش ترد على كل الريكوستات دي. فنعمل ايه في حاجة زي كده? عندنا فيه بجموعة من الباتنس للتعامل مع هذا الضغط اللي ممكن يجيلي السيرفيس بشكل مفاجئ. احد هزي الباتنس ان ان لما تجيلي الريكوستات زي ده من احد الكلاينتس اعمل ايه? اقوم قافل عليه واقول له انت كده اخدت الكتب بتاعتك. مثلا ايه فيه حل تاني ان الريكوست نفسه زمنه احدده. يعني ما يبقاش الريكوست زمن ومفتوح. احيانا فيه حسابات بتاخد وقت كبير جدا. بتاخد من نص ساعة وما يلزاك. فساعتها انا مسلا ممكن المت طبيعة الريكوست لزمن معين بحيث ان لو الريكوست زاد عن هزا الزمن يقوم واقع. طبع انت هتقول لي انت بالطريقة دية بتضيع الريكوست صح? احد السيرفيس مش هتتخدم لكن اغلب السيرفيس هتتخدم. بعد ده المقعب الكامل فيه عندي ازا بتقول ايه بارشل فيلر. بعض الفشل في ايجابة بعض الريكوست لكن مش فشل كلي بوقوع كل السيرفيس. نتيجة للضغط العالي اللي ممكن يحصل عليها. ممكن بعد كده اعمل ايه? احط كده كيو في النص يستقبل الريكوستات وتبقى سيرفيس صورة كيو عمالة تاخد من الكيو دوت وتستهلك. دي بنسميها ايه? بنسميها الكمبيتنس كونسيومر او اللود ليفلنج. لود ليفلنج ليه? لان فيه لود عالي بيتنزل على كيو وهي وبقى ليفل لو كان سيرفيس واحدة او لو كان عندي اكتر من سيرفيس بسميها كونبيتنس كونسيومر. كان فيه محاضرات قبل كده عملتا عالباتنس بس ان شاء الله ممكن ننزل بسلسلة تانية بعد السلسلة ديت نتكلم فيها عن ونتكلم عن المشاكل وازاي ان انت ممكن تحلها بالباتنس ديت. طبعا لما انا قلت لك ان فيه كونبيتنس كونسيومر بان فيه كيو وفيه سيرفيس كتير بتاخد من الكيو ديت. يبقى سيرفيس كتير دي ايه دي؟ وليان احنا الحاجة بتاعتنا قطونا مصفة ان شاء الله نقدر ان براحتنا. بس فيه حاجة تانية في الورزينتل سكيينج نجب ناخد بالنا منها. اه في كل السيرفيس. اه الافضل انها تكون ودي حاجات كلها احنا شرحناها قبل كده لما تكلمنا عن واتكلمنا على ازاي بردندنت الديتا ما بين السيرفيس وان انا ممكن ااخد وفيه بقت ان بقى بتقولك ايه تاخد كده من كوبة برا كوبة كل السيرفيس وتلحها اعلى لتابيس خارجية تقدر تتحمل لوت كبير وتبقى ما بين السيرفيس. طيب انا دلوقتي ممكن السيرفيس ديت يجي لها ياخد وقت طويل وهي قطعته من المفروض تلجي الكلام ده. طيب السيرفيس بتاعتي حصل فيها ارور داخلي وانا عم تريده تري وكاتش. فو ده الوج الكلام ده. ايه الوج يعني? بعمل لوجينج. افضل كل سيرفيس تقعد تعمل لوجينج بكل حاجة حصل. وتنزل نوع من نوعات ريسابيلتي بقى انت بيكون عندك طبعا ريسابيلتي لريكوست. تبقى عارف ايه الامبوت اللي داخل وايه الاكسبشن اللي طرع عشان تقدر تترسها مستقبلا. اللوجينج ده قصة كبيرة او المانج بتاعتي اللوجينج لان انت عيبقى عندك سيرفيس كتير عمالة تطلع في لوجز كتير. فدي برضو محتاجة نوع من انواع المانجمنت. عشان كده نكلم على الامبوت اللوجينج وما الى ذلك. بس عادة افضل حاجة للموضوع دوت ان انت بترمي اللوج بتاعك في ايفنت. والايفنت دوت بياخد اللوج ده وبرحته بقى ايه يسجل عشان يبقى بياخد من الميمورية عطولك انك بتلجى على ايه? على حاجة زي رابط ايمي كيو بيستقبل حوالي يقدر يوصل توصل به المليون ريكوست برساكة. فانت تقدر لو رميت مسلا على حاجة زي كده من غير ده تبيز طبعا. من غير بتسجلك. فهي بتاخد كده وبراحتها بقى براحتنا نقدر ناخد اللوجز دي ونزلها على اي ستوريج اللي هو ممكن حاجة بتاخد وقت. وما الى ذلك. فيه سوليوشنز اصلا للوجينج فيه عنده جوجل كلاود لوجينج. دي مخصوص عشان اللوجينج وتستعمل اللوت ده. فيه برضه عندنا حاجة في مايكروسوفت مشابهة. وما الى ذلك. طيب اللي انا بتكلم عنه بقى ده. لوجينج ومانجمنت وكلام ده. ده من سميق دي اجنستيك. ان انا بعمل بطلع عارف لما تروح للدكتور كده ويعمل لك شغل دي اجنستيكس كده عشان يعرف المرض بتاعك ايه اه نفس اجاية. انت بتعمل دي اجنستيكس للسيستم كده. وعمال تنزل اللوجز بتاعتك عشان بعد كده تقدر تتريسل ايرو وتتعامل معي. ده ياخدنا بقى لكونسبت اسمه السيرفيس هيلث. او الهيلث تشيكس للسيرفيس دي. ايه ده هو دي حاجة غل دي اجنستيكس? لا ما دي اجنستيكس بيساعدني على الكلام ده. انا عايز اعرف اشوف كل سيرفيس عندي. في انترفيس زي اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت. واشوف كل واحدة. دي وضعها ايه صحيا? هل هي هيلثي وشغالة زي الفل? ولا هي وقعة? ولا هي في حالة ان هي فيها ايروز? الكلام ده اتعرفه ازاي? لما انا اكونت بجينيريت لوجز. خلاص? ممكن اخلي اللوجز ديت. بشؤون احنا احنا ممكن تجينيريت اللوجز على ايفنت صح? ممكن اخلي اللوجز اللي طلع دي. في زي سيرفيس تانية. او اه ممكن تقول ايه حاجة كده على مستوى النظام كله. دي المنترينج تول ديت. بتست بتلسن للوجز دي. ولما يكون السيرفيس طالع منها ايروز كتير تقوم حطها لك اصفر. لما يكون السيرفيس اه هيلثي ومفيش اي مشاكل فيها تكون حطها لك اخضر. لما السيرفيس ما تكونش بتبعت لها حاجة خالص لمدة معينة تكون حطها لك احمر. ايه ده? هو ما بعت ليش حاجة خالص احطها احمر لانها معناها انها مش هيلثي. طب افرد ما فيش حد بعت ريكوست للسيرفيس لفترة. وانا هستنى لحد ما حد يبعت ريكوست وهي تلوج حاجة. لا طبعا. في قصة كانت حصلتنا. انا كنت في مرة وانا في الصعيد وفي نجع الخطبة. واحد فعلا بزور بزور قريبه هناك الجانب من الصعيد. فلما دخلت النجع راح واحد مسلم علي قدية. نهيك عن ان قدية تفعصت في قدية. لكن دخلني جوا. لما دخلت جوا الكلام ده فعلا. لقيت عيل وهو بيلعب طار في الهوى وترزع في الحيطة والحيطة تهزت. انا كنت اتفزعت على الطفل دوت. رايح هشوفه لقيته قام وطلع يجري. سيبك من الحاجات اللي حوالين الموضوع. الا ان الحاجة اللي بهارتني بقى. انه انا قاعد لقيت فيه صوت ضرب نار. وبعد شوية ضرب منار تاني. وبعد شوية كمان ضرب منار تاني. طلو هو في ايه وفي حرب هنا. قال لي لا. طلو ما ليه بيحصل. قال لي كل عيلة هنا لها معاد تضرب طلقة. الطلقة ديت بتدل على ان العيلة ديت ما عندهاش مشاكل. طب افرد جه معاد عيلة عشان تضرب الطلقة بتاعتها. وما تضربتش. بيعرفوا ان العيلة دي عندها مشكلة. فبيطلعوا عليها على طول. لان هم هنا مزارع كبيرة. وفي نفس الوقت بقى ممكن يكون فيه لصوص بيحاول يهجموا على احد العوائل ديت. او عيلة تانية بيننا وبينهم طار. والكلام اللي انتم بتشوفوه في الافلام الصعيدة دي. الموضوع دوت هو برضو عامل. المفروض السيرفز كل شوية تبعت تقول لي ايه. انا كويسة. انا كويسة. انا كويسة. لما جاليش انا كويسة لفترة طويلة. ساعتها يقوم اعمل ايه. ايه ده. ايه الحكاية. يبقى فيه مشكلة. ممكن اعتبرها نهارت. دي احد الحلول. طب فيه حل تاني. اه برضو. حاجة مثلا زي السيكويل او الريدس. ودولها من مكونات السيرفز اللي حواليك. خلاص. الاورنية اللي بنتكلم عنها تسميها الليفنس. يعني ايه. يعني هل السيرفز لايف ولا مش لايف. عايشة ولا مش عايشة. التانية بسميها الريدنس. ايه الريدنس. ان كل مكوناتها المساعدة لها عايشة وسليمة. طب انا هعملها ازاي دي. يبقى محتاجة عاملها بقى بالعكس انا مثلا انا قاعد وانا امراتي ونوم سمعين صوت ضربة جندة كده او خبطة. نتخد. ايه اللي حصل. العيال اعملوا حاجة. نوم نديد. يا عيال يا عيال فيه حاجة. لو العيال ردت يبقى خير. طب لو ما ردتش. نقوم نجري من مكاننا ونشوف ايه اللي حصل. نفس الموضوع بالظبط. الهيلس سيرفز او مسميها سايد كير سيرفز. ودي انا بقى نتكلم عنها في البتلز ان شاء الله لما تخش في البتلز. هي عبارة عن سيرفز اخرى بجانب السيرفز بتاع عليها. كل شوية تروح تسأله. انت موجودة? لا اه. انت عايشة? اه اه والله عايشة. طب ما ترد عليها طيب. انا انا برد عليك او. ايه الاخبار? الحمد لله. طول ما هي عملة ترد يبقى معناها ان السيرفز دي عايشة. طب اذا توقفت عن الرد المدة معينة معناها ان السيرفز ديت فيها مشكلة. وبساعدها الهيلس تشيك يقدر يطلع لك ان السيرفز كراشت. طب هديكم بقى مثال سريع كده عن الهيلس تشيك اجزامبل. نشوفوا مع بعض. المثال دوت بي يعمل ايه? عنده حاجة اسمها الواتش دوك وديه السايد كير سيرفز اللي هي عمالة تلسن وتشوف هل في حاجة حصلت? والله ما حصلتش? وعمالة تسأل كل شوية. الواتش دوك زي ما احنا شايفين كده. بيبعت للآ داتا بيزز المختلفة اللي هي السيرفز بنيبندانسي زي ما احنا شايفين. عمال يبعت لها ويقول لها انت موجودة? انت صحية? افتح كونيكشن. ابعت آآ كويلي كده بس جاست آآ ان انا اتأكد ان الدنيا شغالة. السيرفز ت نفسها بيعمل لها حاجة آآ للهلث تشيك. يعني بيعمل سلاش مسلا اتش سي ليها. وكل شوية بعت لها الواتش دوك داي بعت لها انت صحية? انت كويسة? الموضوع بالمنطقة البساطة زي كده. وبالتبعية بتقدر الهلث تشيك او الواتش دوك يقدر يعرف سكان السيرفز سليم ولا لأ. لو السيرفز في حالة سيئة تقدر تبعت لي المين انترفيس اللي هو بقى ان كان نوع الانترفيس انت مستخدمها تبعت لها ان في مشكلة حصلة هنا. دي انترفيس آآ زي ما احنا انا شايفينها لأحد التولز آآ اللي انا لسه عرض عليكم من شوية بتاعة المايكرو سيرفز وبتاعة الهلثي بتاعة كل السيرفز اللي عندي. طيب اعمل ايه بقى لو السيرفز كراشت? انت بقى خش بقى على الدوكارس وارم وخش على الكابرنيتس وخش على كل الناس دي. الحل البسيط جدا ان انا اعمل لها ايه? بالضبط ريستارت. زي ما بتعمل ريستارت الكوفيدر بتاعك لامرونز يهنك. طبعا بتقول لينكس هيروين دا لينكس ما بيهنكش. مش وقت ان احنا بنق ولينوز. كان اشتغلت على اتنين على الفكرة. بس دلوقتي اللي بيهنك مين? الويندوز. فهنا نديم كمسال. فلما الويندوز بيهنك انت بتعمل ريستارت للجهاز ودنيا بتشتغل زي الفل. صح ولا مش صح? يبقى اسهل حاجة هي السيرفز ريستارت. لان النظام الخارجي ما يعرفش ايه وضع السيرفز فاسهل حاجة ان هو يعمل لها ايه? يعمل لها ريستارت لما ما تكونش موجودة. او لما تكون ما بتردش نتيجة لمشكلة او بطيقة في الرد او خلا يعني انهلثي لفترة طويلة ممكن تساعدها يكون الحل في الرستارت. يبقى ان تتعمل حسابك ان السيرفز تاعتك ممكن ترستارت يعني ازاي هتهندل الكاش وتجيب الكاش الجديدة وتحدد وتوصل لاخر استيت موجودة كل القصص دي ليه علاقة بالسيرفز هلثي. الموضوع ده بصراحة من المواضيع الكبيرة واللي فيها كلام كتير. وانا حاولت صراحة اقتصر في هزي السيشن لان دم بحاول اخلي كل السيشن بتاعتي في حدود العشرين دقيقة. لكن انت المفروض تقرى وراء وتشوف لان كل اللغ اه هتلاقي التولز بتاعتها. اللي عرضت دوت كان في الدوت نت. في في النوت جي اس. في ناس معنا مزبطين الموضوع دوت وعملين النوت جي اس. وهكزا كل بي التعامل هتلاقي حاجات مشابهة اه جوه الجابا. والحاجات دي كنت لها على فكرة ممكن ما تستخدمش قسنا من جوه اللغة خالص. انت ممكن بس تسابورت الحاجة خارجية زي الاستيو مثلا. الاستيو دوت مش انديبندنت لانه هو واقف برا ووطش دوت وعمالي كوي لكل السيرفز فبالتبعية تستخدم تول زي الاستيو مثلا. وهي اللي تقوم بعملية الايه? الوطش دوت بتاعك وتقوم بعملية السايد كير آآ باترن ليك. بس انت اهم حاجة تخلي السيرفز بتاعتك بتتجاوب معاها عشان هادا تقدر توطش الهيلثي بتاعها. بفضل الله تعالى وتوفيقه والحمد لله رب العالمين. ربنا اكرمنا كده وتكلمنا عن البرينسفلس بتاعت المايكرو سيرفز اللي انت المفروض لو سمعت الحلقات دي من اولها لحد اخيرها تكون دلوقتي قادر تفهم ايه اللي بيميز المايكرو سيرفز سيستم آآ وايه اللي بيخلي ديك آآ تقدر تعمل مايكرو سيرفز كاملة. ان شاء الله الحلقات دي كلها انا هجمحها في كورس وهنزلها على يوديمي. وهي بازن الله تعالى للفترة القادمة هتكون آآ حلقات انتو اللي هتختروها. الموضوع اللي جاي ايه? هل تحبوا ان انا اوصل لمستوى عملي من الحل لان اخلي باترنس ديت او البرينسبلس ديت توصل لمحاتي من الكود المكتوب عامل ازاي? عايزينها كده ماشي. عايزين انتو بقى تخشوا على امثلة وانا اجيب لكم امثلة من الانتر تتشوفوها وانتو اطبقوا عليها البرينسبلس ديت برضو ده يجوز. ساعتها تختاروا ليه موضوع تاني ده الالجوريزمس. عندنا موضوع كتير ممكن نتكلم فيها مع بعض. بس انا اللي هختار بس الموضوع اسمحولي السلسلة جاية. اول السلسلة جاية هي السلسلة رمضانية. خلال رمضان هقابلكم في لقاء حل ان شاء الله عشان اتكلم عن بدل العلم والايمان هنقول ايه? البرمجة والايمان. ايه ده هو البرمجة اللي هي علاقة بالايمان? ان شاء الله هنعرف مع بعض. هتكلمكم عن بعض التجارب ان ايماني بالله سبحانه وتعالى. وازاي ان وصالي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الاحاديث الشريفة. وما في كتاب الله. ازاي كان طريق للواحد ينير له الطريق في ان هو يكون افضل بازن الله تعالى في عمله. فدية مش متخصصة لبرمجة بالذات. بس انا هدي الامثلة برمجية لان احنا مبرمجين. بس انا هتكلم بشكل عام ينفع اي حد بازن الله تعالى. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ده يكون خطوة لكم. فدية هتكون حلقاتنا في رمضان. اما بعد رمضان هدخل في السلسلة الجديدة واللي انتوا ان شاء الله هتختروها. فدوني مقترحاتكم انتوا عايزين تسمعوا مني ايه. لان جالي زي ما قلت لكم فيه اركتكشور وحاجات تانية كتير. شكرا لكم جميعا. وطبعا مش هوسيك بقى على اللايك والسبسكرايب وانك تشير. بصوح هي اهم حاجة عندي الشير. مهم الفروض الموضوع الواحد يوصل لناس كتير ان شاء الله. لان الواحد كل ما الناس تانية تسمع. لو ربنا سبحانه وتعالى رزقني الاخلاص. فده في ميزان حسناتي. وميزان حسناتك. لان الدال على خير كفاعله. وانت لو دليت على خير فاكيد هتاخد ثوابه. ان شاء الله نعمل انظمة قوية ممتازة. واشوفكم على خير. السلام عليكم. محمد ايه ده? انت طلعت وتسبت? بس ايه المجاية دي? خير? ايه اللي حصل تاني? لا انا مش جاية اتخنق المرة دي. لا الله ده ان انا مبسوط منكم جدا. يعني عشان ساني المكسرة ووش اللي وارم? لا ده اصلا من المرة اللي فاتت لها معكرة. كانوا حاجزيني من سنة. من ساعتها بتعالك. بس الحمد الله بقيت زي الفل. الحمد الله والله جاء اشكركم. سنة بحال السيستة موقعش. ازاي يعني? لانك الناور دينا هينو بيعقد لخمس دقايق. رأى الله ربنا يبارك فيكم. شوف عشان احنا سطيبين. عشان تاربنا احنا سطيبين بس يعني. بيبارك فيك والله. والله يا فارو رحتين يا شيخ اتخضي وانا افتكرنا بيه مشكلة بخاصة انا بو علاء اللي جبته لنا المرة اللي فاتت. لأ بص الموضوع ده عايز غيصة وزنبالات. اشتركوا في القناة